ترقب وخوف من الأولياء على مستقبل أبنائهم لما يعيشه قطاع التربية بولاية البوليدة أزيد من ثلاثة أشهر والتلاميذ لا يزالون بالشارع دون دراسة القبضة الحديدية بين نقابة الكناباس وبنغبريط جعلت التلميذ الضحية بالدراجة الأولى في غياب حلول ترضي الطرفين والسنة بيضاء هجسوا أولياء التلاميذ لا يخرج علينا أن نحن كأولياء التلاميذ ستتطفر في أولادنا وتتطفر في أولادنا وتتطفر في أولادنا وتتطفر في أولادنا وتتطفر فيهم سويس وكلهم يقولون بل يو رايح عام آني بلونس يسمى مدرنا والو ذرالي راح يضيعوا عام باطل الأولياء حملوا الأساتذة أكبر المسؤولية ماذا بينا بالنقاش بالتشاور بالحوار وراكوا أساتذة نورمة منتوما العبرة الله يبارك ندو العبرة منكم منتوما ماشي ذوك نحن نبدأ نخزره فيكم كأساتذة ما تمثلوش لحق المؤسسة التربوية حتى وإن كان العديد من التلاميذ اختاروا الدروس الخصوصية لتعويض غير أن المؤسسة التربوية تعد القاعدة الأولى ليبقى السؤال المطروح من يتحمل المسؤولية؟